وصلت فرق الإنقاذ في هايتي البحث عن ناجينا غداة زلزال بلغت قوته 7.2 درجات وأصفر عن مقتل نحو 1300 شخص وإصابة أكثر من 5700 معيدا إلى الأذهان الذكريات المؤلمة للزلزال المدمر عام 2010 وقالت الحماية المدنية في بيان إن حصيلة الجرحة ارتفعت إلى أكثر من 5700 مشيرة إلى أن هناك أشخاص كثيرين آخرين تحت الأنقاذ وضرب الزلزال هايتي على بعد 12 كم من مدينة سان لوي دوسود التي تبعد بدورها 160 كم عن العاصمة بورو بخانس وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل وأرسلت وزارة الصحة موظفين وأدوية إلى جنوب غرب شبه الجزيرة لكن الخدمات اللوجستية العاجلة معرضة للخطر بسبب عدم الأمن الذي تشهده هايتي منذ أشهر